السلام عليكم السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بألف خير اليوم اجيدكم بحوي اجاد دفيكم في هالبرد اللي هبط علينا فجأة دونك رسائد اليوم اللي هي الخليط الجاهز ولا الخليط اللي سمح برشا 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 متاع السحلب هي رسائد سيلة برشا هي بريباراسيون ديجا نحضروها مسبقا ودكو حاشتنا بحاجة سخونة هيكا دفينا نطلعوا لحكيكا متاعنا ونعملوا كويس السحلب نعمل ستين كيف الحقيقة جربتو بني نعجبني قلت علشلي خليني شاركها مع احبي باتي ونقلهم نقلهم على رسائد دافية دفيهم بهالبرد المهم بصراحة رشيت عليها رشا متاع قرفة متوما تجموت ناكهوها باللي تحبو يعني تروشوا عليها قرفة تروشوا عليها شوكولات تخلطوه في شوكولات متوما احرق يلا نمشيو للخليط متاعنا كيفاش حذرتو ولا حكيكا كيفاش عبيتها يلا نمشيو هنا عندي اول حاجة كوب من جوز الهند المبشور ملاحظة نجمة تستعملوا اي نوع كوب بتحبو عليه اخترت كوب جوز الهند مبشور كوب من الحليب البودر شاريتو من عند كيك لاندرادس وموجود عند بايع مستلزمات الحلويات باسوام يعني رائعة كوب من جوز الهند مبشور كوب من الحليب البودر كوب من الارز المطحون كوب من السكر ونصف كوب من نشاء الذرة خمسة مكونات سهلين على اللخر وبساط ملاحظة تنجمو تزيدو نسبة السكر نستعمل الكوب وتنجم تحطو حتى كوب ونص اذا كانكم تحبو حاجة حلوة برشا وتنجم تحطو عليه قرفة دجام اللول يعني الخليط دجات نكهوه بالقرفة بالنسبة لي مرة نحط قرفة مرة ليه كل مرة كيفاش المهم نعود نقل لكم المقادير كلهم بسرعة كوب من الارز المطحون كوب من السكر كوب من جوز الهند ونصف كوب من النشاء وكوب من الحليب البودر وبطبيعة تحطو عليها فانيليا بودر اذا كان عندكم ما عندكم مش الفانيليا حطوها بعد معناك تجيو الطيب والصحل بمتاعكم دونك اللبن البودر وللحليب البودر تلقوه موجود عن جميع باعة مستلزمات الحلويات والاسوام متاعه وراهي مهيش باهذا وشريته بالنسبة لي من عند كيكلاندرادس نخلط البربراسيون متاعي مليح مليح على الجيف هكا تنجم تحطو فيها فانيليا بودر وتنجم تحطو فيها الشوكولاتة بودر وتنجم تحطو فيها زدة قرفة بودر معناه ملطوي يعني متوما احرار بالنسبة لي اكتفيت يعني انها تكون هكا سيدة كم يقولوا هما دونك هذي السحلب المصري مهوش تونسي حديث السحلب عنا السحلب تونسي مهوش تونسي ايت ام يعني على الصحلب بايش نحط منها مقدار ونحلي خويا بطبيعة بايش نحل فيها كل خليط الجاف تونك نحط المقدار الي في الكاسترون هذلك نحطو على النار ونخليوها التالين يغلي ولا يوصل درجة الغلايين دونك الهنا مهم جدا انكم تخليوا المزيج بتاعكم يغلي باش تسرعوا في عملية طهي مبعتالي المرحلة هذي راهي مهمة باش ما تقعدوش ساعتين ومتم طيبوا في السحلة بمتاعكم كيف ما تشوفوا الهنا دي جا بدا يسخن راهوا يلزموا يلزموا يطيب ومبعتالي على جنب بخذيت فبلي قاعدا نصوري خي موش قاعد يصور من بكري خذيت على كل نصف لتر من الحليب زوز ملاعق كبار مملوئين ولا زوز ملاعق كبار مليانين ماك الخليط اللي حضرناه بتاع الارزة داك هو داك بتاع الرزة المطحون والسكر والجوز داك ماك الحك حصير وخذيت زوز مغارف كبار ماك الخليط وصبيتهم عنها عكفة كشويت الحليب وحركتهم ما تريزت صبيتهم على الخليط وقعدت نحرك 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 لين حتى لازمها تغلي لازم تغلي الارز لازم يتطبخ معنا وخليتها لين تغلي ولين طابت السحل بمتاعي طاب شوفوا كيف نوع اللي يغلي ساعة لساعة دي ما نحرك ما نغفلش عليه خاطرها هو يفور معناه يفيضي على الكسرونا المهم بالنسبة لي السحل بيتسما طابتة وخاطر ما نبكره يغلي ولنحرك باش ناخذ كيس اي نوع كيس تحبوا عليه اي كيس تحبوا تشربوا فيه حاجة دافية تدفي فيها رواحكم لانك باش نصب بالسحلة بمتاعي اللي دي جا طاب راك تحسوه سائل شوية لكن دي كي يبرد شوية ولا يولي دافية وقت اللي يجيو تشربوه يولي خاثر يخسر اكثر المهم شوفوا دي جا بالحق محليه ولونه ابيض لكن والله محلي محليه ان شاء الله كيف قلوبكم اللي بيضف المهم هنا عملت عليها رشة متاع قرفة قرفة نجمو تحطوها دي جا ملول مع الخليط دجمو تعملو فانيليا في وسطو دجمو تعملو اي نوع منكي هات تحبو عليها في الخليط متاع السحلة بهذا تو ما بقى لي كم شو قلكم يلا لقا دمتم في رعاية الله وحفظه بسلامة